السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثالث سيكون درسنا لهذا اليوم كيف أستطيع أن أستقصي المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية الجزء الأول أهداف الدرس يتوقع في نهاية درسنا لهذا اليوم أن يكون الطالب قادرا على أن يصنف الأشياء بحسب خصائصها المختلفة يصنف الأشياء إلى مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية هيا أبنائي لنتذكر سويا ما تعلمناه في الدرس السابق تعلمنا أن المواد غير المغناطيسية هي المواد التي لا تنجذب إلى المغناطيس ولا تتنافر معه مثل النحاس والألمنيوم والذهب وأن بعض المواد مغناطيسية مثل الحديد والفولاذ لاحظ عزيزي الطالب المواد الموجودة في الصور ضع علامة صح على المواد المغناطيسية أوقف الفيديو لتتمكن من الإجابة بمفردك أيها المبدع الصغير نعم أحسنت نلاحظ بأن المواد المغناطيسية هي المسامير الملعق المعدنية مشابك الورق والدبابيس أحسنتم أيها الرائعون النشاط الأول كيف يمكننا أن نصنف الأشياء ضمن مجموعات افتح كتابك عزيزي الطالب صفحة رقم 45 نحتاج في هذا النشاط إلى علبة مشروب غازي كتاب مغانة الثلاجة قلم ممحة ورقة ومفاتيح لاحظ عزيزي الطالب هذه الأشياء جيدا نلاحظ أن بعض الأشياء قاسية وبعضها لين بعض الأشياء لامعة وبعضها باهت بعض الأشياء تصنع من الورق وبعضها من الفولاد وأخرى من المطاط والخشاب من الممكن أن نصنف هذه الأشياء بناء على خصائصها المختلفة والآن أبنائي الطلاب لنقم بتصنيف هذه الأشياء بناء على خصائصها باستخدام دوائر التصنيف أوقف الفيديو هنا كي تدون إجابتك في كتابك المدرسي نعم أحسنتم فعلبة المشروب الغازي والقلم والمفاتيح ومغانة الثلاجة مواد قاسية أما الكتاب والورقة والممحة مواد لينة لاحظ كيف قام أصدقاؤنا حمد وراشد وناصر بتصنيف الأشياء قال حمد أنا سأصنف المواد حسب المادة التي صنع منها الشيء أما راشد فقال أنا سأصنفها حسب قساوتها وليونتها وأخيرا سيصنفها ناصر حسب لمعانها أو بغتانها أبنائي الطلاب سنكمل استقصائنا حول تصنيف الأشياء ما الخاصية التي استخدمتها لتصنيف الأشياء أوقف الفيديو ودون الإجابة في كتابك المدرسي نعم أحسنتم أيها الرائعون لقد استخدمتم خاصية القساوة والليونة لتصنيف الأشياء ولكن برأيكم ما الطريقة الأمثل لتصنيف الأشياء؟ رائع الطريقة الأمثل لتصنيف الأشياء هي استخدام خصائص مختلفة للمواد مثل الصلابة والليونة والقساوة أو المادة المصنوع من هالشيء ماذا تعلمت؟ لقد استنتجنا سويا أن الأشياء تصنف حسب خصائصها المختلفة مثل مادة الصونة واللمعان وخصائص أخرى كثيرة وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف الأوراق والكتب والملفات ضمن مجموعة واحدة لأنها جميعها مصنوعة من الورق في حين أن المفاتيح وعلبة المشروب الغازي مصنوعان من مواد فلزية أتحقق مما تعلمت لماذا يتم تصنيف الملاعق والسكاكين والمسامير في مجموعة واحدة؟ لأنها لينة؟ لأنها قاسية؟ لأنها شفافة؟ أم لأنها قابلة للكسر بسهولة؟ أوقف الفيديو هنا لتتمكن من الإجابة على السؤال نعم أحسنتم الإجابة لأنها قاسية النشاط الثاني هل يمكننا استخدام المغانط لتصنيف الأشياء ضمن مجموعات؟ افتح كتابك المدرسي عزيزي الطالب صفحة رقم 46 استخدم المراجع الإلكترونية أو مكتبتك المنزلية لتبحث عن معلومات حول استخدام المغانط في تصنيف الأشياء احرص عزيزي الطالب على عدم إسقاط المغانط على الأرض واستخدامها بعناية ولا تلمس طرف المسمار الحاد هيا عزيزي الطالب ناقش إيجابيات وسلبيات استخدام طرائق مختلفة لتصنيف الأشياء أوقف الفيديو هنا لتتمكن من تدوين إجابتك نعم أحسنتم أيها المبدعون الأبطال فمن الإيجابيات سهولة التعرف على الأشياء ومن السلبيات أن تداخل الخسائص المشتركة يمكن أن يضع الشيء في أكثر من مجموعة وتكون الطريقة الأفضل في التصنيف هي دراسة الخسائص سنقوم الآن باستقصاء كيف تساعدنا المغانط في تصنيف مجموعة من الأشياء نحتاج في هذا النشاط إلى قلم، مشبك ورق فولاذي، علبة مشروب غازي، مسترة بلاستيكية، مسمار حديد ومجموعة من المغانط أعزائي الطلاب، لنشاهد الفيديو التالي أيها المكتشفون لدينا في هذا النشاط قلم، مشابك ورق فولاذية، علبة مشروب غازي، مسترة بلاستيكية، مسامير حديدية، ومغناطيس سنقوم بتقريب المغناطيس من هذه الأشياء جميعها كل على حدة ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ نعم، لقد لاحظنا أن بعض المواد تنجدب للمغناطيس، وبعضها الآخر لا تنجدب للمغناطيس، ولا تتنافر معه بعد مشاهدتك للفيديو السابق، صنف المواد في دوائر التصنيف أحسنتم أيها الرائعون نستنتج بأنه يمكننا استخدام المغناطيس لتصنيف الأشياء إلى أشياء مصنوعة من مادة مغناطيسية مثل مشبك الورق الفولاذي والمسمار الحديدي وأشياء مصنوعة من مادة غير مغناطيسية مثل القلم وعلبة المشروب الغازي والمسترة البلاستيكية ماذا تعلمت؟ لقد استنتجنا من الاستقصاء العلمي بأنه يمكننا تصنيف الأشياء باستخدام المغناطيس إلى أشياء مصنوعة من مادة مغناطيسية مثل المسامير والمفاتيح ومشبك الورق الفولاذي وأشياء مصنوعة من مادة غير مغناطيسية مثل الملعقة الخشبية وكأس زجاجي وأقلام التلوين أتحقق مما تعلمت افتح كتابك المدرسي عزيزي الطالب صفحة رقم 51 السؤال الثالث قام طالب باستقصاء المغناطيسية إنه غير متأكد من كيفية تصنيف الأشياء التي يختبرها كيف يستطيع أن يصنف المواد في الزات ولا في الزات تنجذب إلى المغناطيس أو تتنافر معه حديد وبقية المواد مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية أوقف الفيديو هنا لتتمكن من الإجابة أحسنتم أيها الأبطال الإجابة هي دال مواد مغناطيسية ومواد غير مغناطيسية ماذا تعلمنا اليوم عن تصنيف الأشياء؟ لقد عرفنا أنه يمكننا تصنيف الأشياء بدراسة خصائصها المختلفة مثل المادة المصنوعة من هالشيء اللمعان والليونة ويمكن أيضا أن نصنف الأشياء باستخدام المغناطيس إلى أشياء مصنوعة من مادة مغناطيسية مثل الحديد والنيكل والكوبالد والكروم وأشياء مصنوعة من مادة غير مغناطيسية مثل الذهب، النحاس، الألمنيوم، البلاستيك والخشاب أتحقق مما تعلمت افتح كتابك المدرسي عزيزي الطالب سفحة رقم 51 لدينا السؤال الخامس قام طالب بتصنيف جميع الأشياء ضمن مجموعتين لاحظ هذه الأشياء وصنفها إلى مجموعتين أوقف الفيديو هنا كي تتمكن من تصنيف هذه الأشياء تحقق الآن من صحة إجابتك أحسنتم أيها العلماء المستكشفون المجموعة الأولى قطعة نقود نحاسية حجر صندوق من الورق المقوى عبوة من الألمنيوم وزجاج أما المجموعة الثانية مسمار حديدي مشبك ورق فولاذي وعبوة فولاذية وقد تم تصنيف هذه المواد إلى مجموعتين هما مجموعة المواد المغناطيسية ومجموعة المواد غير المغناطيسية أبناء الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتكم نلقاكم الحصة القادمة إن شاء الله